زيادة حالات الإصابة بمرض السرطان في عدد من المناطق في قضاء الضلوعية جنوبية محافظة صلاح الدين آثار استغراب المواطنين الذين طالبوا الجهات الصحية بالكشف عن مسبباته ومعالجتها فورا تفاصيل أوفاف في سياق التقرير التالي الأطباء أكدوا انتشار واسع للأمراض السرطانية بكافة أنواعها في الأطفال والشباب وكبار السن والنساء وانتشارها في مجتمعاتنا تشير إلى أن هناك ملوثات مختلفة ولا يوجد أي نوع من أنواع الوقاية له وقد تكون الأبراج عامل مساعد لانتشارها نحن أطباء المنطقة نلاحظ انتشار واسع للأمراض السرطانية بمختلف أنواعها في الأطفال في الشباب في كبار السن وأنواع مختلفة من السرطانات وأكثرها سرطان الثدي سرطان القالوم سرطان الغدد اللفاوية وسرطانات الدم المختلفة وجود هذه السرطانات بهذه النسبة العالية في مجتمعنا الذي هو مجتمع صغير يشير إلى أنه أكو تلوثات في هذه المنطقة قد تكون تلوثات نتائج الحرب قد تكون تلوثات بالبيئة قد تكون الشغلات لها علاقة بغذاء أو البيئة التي يسكنها هذه المنطقة حقيقة هو موضوع انتشار السرطان موضوع لا شك أنه واضح ولافت للانتباه كان في فترة ما قبل عشرين سنة أو في فترة الحرب نادر ما تلقي أحد مصاب السرطان لكن الآن في كل فرع لازم تلقي حالتين إلى ثلاثة وبعض الفروع تصل الحالات إلى عشرين حالة سرطان السبب المباشر أنا أعتقده هو بدأ يتصاعد الموضوع من حرب التسعين صعودا من حرب التسعين من بدأ يقصفون باليورانيوم المنظب أدى إلى انتشار مواد مشعة بالتالي أثرت على الناس ونشطت الخلايا السرطانية وبالتالي الإصابات بشكل غير مسيطر عليه خلوا نقول غير مسيطر عليه أصحاب المكاتب والمحال ومنظومات الاتصال والأنترنت أكدوا انتشرت في العون الأخيرة وعبر الصفاحات التواصل الاجتماعي بتفشي وزياد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية اللعنة لا توجد أي علاقة ما بين تلك الإصابات وأبراج الاتصالات وكما مبين في البحوث والدراسات المحلية والدولية وخصوصا البريطانية منها وهذا المرض يصيب كافة الشرائح والمستويات وحتى منهم لم يستخدموا تلك التكنولوجيا الحديثة فعلا هذه الإشاعات حول أنه هناك علاقة بين مرض السرطان وأبراج الانترنت أو مستخدمين الانترنت ولكن لحد الآن لم تثبت أي دراسة علمية أو طبية حول علاقة بين السرطان وأبراج الانترنت وكذلك في العون الأخيرة أيضا كانت هناك بعض الدعايات أنه مرض السرطان تصيب الكبار بالسن أو الأعمار الكبيرة ولكن نلاحظ أن أمراض السرطان قد تصيب كل الفئات حتى الصغير أو الكبير حتى عدم مستخدمين الانترنت أو القريبين من أبراج الانترنت ولذلك أيضا كانت هناك دراسة بريطانية أجريت في العون الأخيرة حول علاقة مرض السرطان بأبراج الانترنت ولكن لم تجد أي علاقة تذكر في هذا المجال أمراض تفشت وإجراءات بطيئة وعجز حكومي ضريبة يدفعها المواطن في الضلوعية كل يوم جراء إصابته بمرض السرطان لقناة صلاح الدين الفضائية جاسم الأبو جاسم الضلوعية أعلنت وزارة الموارد المائية سيطرتها التامة على مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت عددا من المحافظات العراقية مؤخرا وقالت الوزارة في بيان لها إن التحذيرات التي تصدر بشأن السيول والفيضانات مبالغ بها وأنها تمكنت من استغلال واستثمار أكبر كمية من المياه الواردة ولفت البيان إلى أن المشاكل التي حدثت سببها وجود الكثير من المتجاوزين على أحواض الأنهار والبحيرات والخزانات والأهوار مبيناً أن نسبة الأراضي المغمورة بالأهوار بلغت 84% من مجموع المساحات ترجمة نانسي قنقر